في بعض منصات التواصل الاجتماعي كثير ما تصادفني فيديوهات أو بثوثة تتكلم عن ليش الرجل يتزوج من خارج إبلاده وأحيانا يجيني فضول ودخل أشوف محتوى الفيديو أو البث هذا على أمل أني أحصل إجابة مقنعة لكن في النهاية أطلع بدون أي فائدة مجرد آراء بسيطة تصيب في بعض نقاطها أسباب اتخاذ مثل هذا القرار لكنها ما تكون ملمة بشكل كافي بحيثيات القضية لأن مسألة الزواج من دولة أخرى أمر نسبي ويخضع لمعايير تختلف باختلاف بيئة الرجل وشخصيته ونفسيته وعوامل أخرى وللأسف غالبا ما يوصل النقاش بين المتحاورين إلى النفس العنصري والقذف والشتم والطعن في أعراض الناس وفي نياتهم وأدرين الكثير منكم راح يسألوا شنو علاقة المرأة المغربية بالموضوع وثاني شي في ميتين جنسية حول العالم ليش اخترت المغربية بالتحديد إجابة هذا السؤال بسيطة جدا ومن واقعنا ولكن أتمنى تتابعون الحلقة كاملة إلى النهاية عشان تتضح لكم الصورة وما حد يسيء الفهم في البداية ليش الرجل يتزوج أو ليش المرأة تتزوج يعني شنو المشكلة أن الرجل أو المرأة ما يتخذون هالخطوة ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي بكل بساطة العزوف عن الزواج يؤدي إلى مشاكل تهدد بقاء واستمرارية البشرية لأنه إذا ما في زواج ما في نسل بغض النظر عن الآلية التنظيمية لذلك حرص الإسلام على تشجيع الزواج والدعوة إليه وأوجبه على كل رجل عاقل ويقدر يفتح بيت ويصرف عليه ووضع أحكام لغير المستطيع أو اللي ما تنطبق عليه شروط الزواج وما تتوقف الخطورة عند حفظ النوع البشري فقط الإسلام وضح الحكمة الإلهية من أهمية وجودها العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة ومنها تحقيق العبودية لله وهي أن ينوي المسلم والمسلمة من الزواج عبادة الله كونه شعيرة من شعائر ديننا الحنيف واللي ارتضاه رب العالمين لعباده ثانيا تحقيق السكون والطمأنينة والاستقرار لذلك من آيات الله نعمة التي لا تحصى في خلقه أن جعل بين الزوجين مودة ورحمة وركزوا قلت آيات يعني معجزات فالموضوع مش بسيط من اللي يقدر يستحمل وجود الشخص في حياته يشوفه كل يوم بحلوة ومرأة بدون ما يتذمر ويمل مستحيل ولولا وجودها المعجزة الربانية ما استمرت أي علاقة زواج لأنها ضد طبيعة الإنسان وقدراته ثالثا الزواج يحقق العفاف بين الرجل والمرأة ويبعدهم عن إشباع غريزاتهم بالحرام وتحقق هذا الهدف بدوره سيؤدي إلى حماية المجتمع من الرذائل والانحلال الأخلاقي رابعا الزواج ينشئ عند الرجل والمرأة عاطفة جديدة وهي عاطفة الأبوة والأمومة وما يذوق حلوتها وكمية السعادة اللي فيها إلا الإنسان المتزوج لأنها تتشكل مع أول مولود وتحققها العاطفة يولد عندنا شعور بحجم التعب والمعاناة اللي واجهت آبائنا وامهاتنا في تربياتهم لنا وهذا راح يرسخ حس المسؤولية عندنا تجاه أبنائنا وراح يبعدنا عن الكثير من الأمور والأفعال السيئة لأن الأبناء أمانة في أرقابنا وانشغالنا بتربياتهم والاهتمام فيهم راح يقلل اهتمامنا بأمور تحدثنا بها أنفسنا بسبب ضيق الوقت خامسا أن الزواج ينمي العلاقات الاجتماعية ويقويها ويحفظ الأنساب وغيرها الكثير من المقاصد التي تؤكد على أن الزواج سنة الحياة بعدها النبذة البسيطة اللي قلتها فهمنا ليش أن الزواج مهم وضرورة يجب أن نسعى كلنا لإنجاحها لكن على الناحية الأخرى اتخاذ قرار الزواج لابد يكون بعد تفكير وتروي وشورى لأنه مستقبل ومصير ولابد من النظر إلى كل المعايير في الطرف الآخر الدينية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية والجغرافية وحتى الأمنية لأن وجود خلل لأي معيار قد يساهم بالشكل أو بآخر في زعزعة الاستقرار الأسري لهذا الزواج خصوصا في غياب الوعي وفي نفس الوقت يمكن التغاضي عن تأثير المعيار الاجتماعي والثقافي والجغرافي في حال توافر المعيار الديني وهو أن الزوج يكون مسلم ولا تحل المسلمة إلا لمسلم بعكس الرجل اللي يقدر يتزوج من أهل الكتاب مثلا كذلك وجود المعيار الأخلاقي أن يكون الطرف الآخر على قدر من الأخلاق ومعروف بحسن التعامل والاحترام فمثلا موضوع اختلاف النسب وأن المرأة من قبيلة والرجل من قبيلة وأنها متعلمة وغير متعلمة والعكس ولا حتى أن الرجل من دولة وهي من دولة ما هي أولوية أو حاجة مهمة بقدر أهمية أن الطرفين يكونوا على دين وخلقه لأن الإنسان ما اختار نسبه وقبيلته ومكان ولادته وكون متعلم ما يعني أبدا أنه إنسان صالح وناجح لذلك ما في أي مشكلة أطلاقا أن المرأة تتزوج من خارج بلادها ومثلها الرجل لا يوجد عيب ولا ناقيصة ولا حكم شرعي يحرم هذا الاختيار والقرار ودائما عندنا في المشرق العربي وتحديدا دول خليج توثار مثل هذه القضايا ليش الرجل الخليجي يتزوج من خارج بلاده؟ لا توجد دولة في العالم جميع الزيجات اللي تمت فيها كانت كلها من داخل البلد وللأسف الشديد دائما ما يتم ربط زواج الرجل الخليجي من الخارج بالأخوات في المملكة المغربية فقط مع أن المرأة المغربية ما فيها أي شيء مميز عن أي امرأة مسلمة عفيفة في أي مكان مثلما المرأة المغربية مشهود لها بأنها جميلة وربة بيت وتقدس الحياة الزوجية كذلك المرأة المصرية والبحرينية والسورية والسعودية والأندنوسية والأفغانية والبوسنية كل نساء المسلمين فيهم الخير والبركة ورغم في زيجات بالآلاف في دولنا الخليجية من جنسيات مختلفة وتتجاوز بمراحل الجنسية المغربية لكن دائما ما تكون دائرة الضوء حول المرأة المغربية والسبب الوحيد باعتقادي عائد إلى جهل الناس وقياس آراءهم واعتراضهم على صورة نماطية معينة تسبب في انتشارها أشخاص يمثلون أنفسهم ما يمثلون مجتمع كامل وما في بيت الله يعزكم إلا وفي حمام وبيوت كل الشعوب العربية من زجاج فليش نرمي الشعب الفلاني بحجر هذه الصورة النماطية شكلت هاجس أخلاقي واجتماعي عند رافضها النوعية من الزواج وقد يكون مبرر مثل هذا الهاجس لكنه بنفس الوقت غير منصف لأن الطيبين والطيبات والخبيثين والخبيثات في كل بلد فإذا كان اختيار الرجل لشركة حياته خطأ بغض النظر كانت من بنات بلاده ولا من الخارج فمع شر باقي النساء ما لهم ذنب في الموضوع أنت اللي ما عرف تختاره والمغرب بلد الحافظات لكتاب الله وهن بالملايين وأنا هنا لا أدافع عن المرأة المغربية والمسلمة لأنها مش في حاجتي ولا حاجة غيري ولا جالس أبرر ولكن يجب أن نكون منصفين ونشوف الصورة من جميع الزوايا عند الحكم على الآخرين فموضوع زواج الرجل من أجنبية والعكس ما أعتقد إلا علاقة بجنسيتها بقدر ما الموضوع له علاقة بأسباب أخرى أنا سويت استفتاء قبل فترة في منتدى القناة وسألت المتابعين وخصوصا الرجال منهم عن المواصفات اللي يفضلون أنها تكون موجودة في الزوجة واختار الغالبية أنها تكون ربة بيت متفرغة بشكل كامل لرعاية أسرتها وشؤون منزلها الرجل العربي أو الشرقي في ظل العولة ما هو انتشار التقنية والتفكك الاجتماعي اللي نشوفه والانحلال الأخلاقي الموجود في بعض البلدان يريد أن يكون أسره آمنة ومستقرة مبنية على وجود أب ينفق على البيت ويدبر أموره مع وجود زوجة تهتم فيه وفي تربية عياله بعيد عن أي تأثيرات خارجية الكثير من الرجال بالذات اللي يقدر يفتح بيت يفضل أن زوجته تقعد في بيتها معززة مكرمة على أنها تكون موظفة حتى ولو بتساعده ماديا تربية الأم للأبناء تفرق عن تربية الجدة ولا العمى ولا الخادمة شعور الرجل يوم يرجع البيت من الشغل ويشوف زوجته أمامه يختلف لما يرجع وهي مش موجودة لأنها في مكان العمل وأنا لست ضد عمل المرأة وخصوصا في المجالات اللي تتطلب وجودها ومدرك جدا لوجود رجال سيئين لم يقدروا تضحيات زوجاتهم بدراستهم ومستقبلهم من أجل تلبية رغباتهم في أنهم يقعدون في البيت ويهتمون فيه وبسبب خلاف معين تخسر زواجها وتقعد في البيت عالى على أسرتها صحيح أن الوظيفة في المكان الصحيح للمرأة السلاح لها ومصدر دعم ويخدم المجتمع ويخليها تعيش بدون ما تحتاج الأحد على الأقل ماديا لكن ضرارها كثيرة وخصوصا إذا خيرت بين الوظيفة والزواج من رجل خلوق ويقدر يسر عليها واختارت الوظيفة على الزواج لأن الوظيفة وإن حمت المرأة ماديا فلن تحميها عاطفيا واجتماعيا ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والإسلام دين عدل وليس دين مساواه مع التنويه إلى أن مسألة وظيفة المرأة أمر يعود إلى اتفاق وتفاهم الزوجين فالموضوع نسبي ويختلف من شخص إلى آخر ومن دولة إلى أخرى على حسب الثقافة السائدة في المجتمع والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الاستفتاء هذا سويته عشان يكون باب لذكر الأسباب اللي تخلي أي رجل يتزوج من خارج بلاده بحث الرجل عن زوجه تكون ربة بيت مهتمة فيه وفي عياله موجودة في أي وقت يحتاجها انطلق من الوضع العام الموجود في بعض البلدان واللي طغت فيه الحداثة والانفتاح ودعوات المساواه وتمكين المرأة ودعم حرياتها واللي تسبب بخلل للسلم الأسري وعزز المادية عند النساء وأدى إلى وجود تقصير كبير بدورها في حياتها الزوجية مع الإشارة إلى وجود نساء وإن كانوا بنسبة قليلة يقدروا يوفقون بين حياتهم الوظيفية والزوجية لكن الرجل المقدم على الزواج لما يشوف هذا الوضع ويسمع عن تنامي حالات الطلاق طبيعي راح يدور بيئة أخرى ما تأثرت بدرجة كبيرة بهالعوامل ولا زال فيها قدر كبير من التماسك الاجتماعي وتقديس للحياة الزوجية السبب الثاني وهو الأهم ارتفاع تكاليف الزواج والمهور كون أي بلد غني اقتصاديا ما يعني بالضرورة ان كل الشعب فيها غني ومقدر على تحمل تكاليف الزواج في دول الخليج العربي الغالبية العظمى من تكاليف الزواج والمهور كانت عن طريق الاستدانة من البنوك سبع سنوات يدفعها الرجل من حياته وراتبه للبنك عشان يتزوج فالبعض ما عنده مانع انه يتنازل عن بعض الاختلافات الثقافية والاجتماعية لانها ممكن تكتسب لاحقا في سبيل انه يتزوج من امرأة مسلمة من دولة اخرى عندهم تكاليف الزواج والمهور ميسرة ومقدور عليها لان الوازع الديني هو نفسه الوازع الديني الموجود في كل امرأة مسلمة في اي مكان وهذا هو المهم ومع كل الكلام اللي قلته وهذه وجهة نظري ومقتنع فيها تماما انا لا اشجع اطلاقا على زواج الرجل والمرأة من خارج بيئتهم وثقافتهم الخاصة وعندنا مثل يقول حالات الثوب رقعته منه فيه لعدة اعتبارات منها ان الزواج من نفس الجنسية والبلد يقلل فارق الاختلاف الثقافي والاجتماعي من عادات وتقاليد وسلوكه ووجهات النظر والتعامل مع المشاكل راح تكون اسهل واخفة الاعتبار الثاني ان زواج المرأة وانتقالها الى بلد الزوج راح يعرضها الى مشاكل اجتماعي ونفسية هي في غنى عنها وبالذات اذا طاحت بيد واحد ما يخاف الله فكونها غريبة عن البلد وما لها اهل ولا عزوة يسندونها ويوقفون معاها راح يصعب من حياتها وبتحس انها وحيدة حتى ولو حماها القانون واعطاها حقوقها المرأة بالذات تكون اقوى وامن واهلها حولها وقريبين منها مهما كانت غنية ولا ذات منصب رفيع وتدعي انها قادرة على تسهير شؤونها العامل الثالث ان الزواج من نفس الجنسية والبلد يسهل الاجراءات من صدور تصاريح واوراق دورية ويغني عن موضوع مشاكل لقامة وتجديدها والحرمان من بعض الخدمات الحكومية ويمنع حتى حدوث معاناة للابناء في المستقبل نعمة من الله ان الانسان يعيش مواطن في بلاده وبين اهله بدون ما يحص بصعوبات او يتعرض لمواقف عنصرية لحظة عذروني نسيت اقول اهم نقطة في الموضوع كله وهي ان الزواج في النهاية قسمة ونصيب وبأمر الله باذنه ومع ذلك احنا مأمورين بالاخذ بالاسباب والمؤمن مسؤول عن السعي وليس مسؤولا عن النتيجة احنا الحين في زمن نسأل الله فيه الستر والسلامة تسهل الحرام فاصبح الحلال صعبا وعشان نصعب الحرام لا بد ما نسهل الحلال ومن ابسط الحلول ان نرعي الله ونرتجي الاجر منا بمراعاتنا لظروف ومكانيات الاخرين قيمة المهر ابدا ما راح يرفع من قيمة المرأة ولن يصلح اخلاقها ومن تواضع وخفف المهر والتكاليف على الناس خفف الله عليه في الدنيا والاخرة مشكلاتنا ان قيم ديننا الاسلامي ومبادئ وتشريعاته تكون ثانوية وهامشية خصوصا في وجود بعض العادات والتقاليد المجحفة وتأثير كلام الناس نستحي يقولون لنا الناس عيب وما نستحي ان احنا نهمل ونترك فرصة كان ممكن ان احنا نكسب اجر عظيم من وراه انا هنا وصلت لنهاية كلامي واتمنى منكم المساهمة بنشر الوعي بنشركم لرابط هذه الحلقة في كل مكان عشان تنجح وتوصل الرسالة منها وبدون نشركم ودعمكم ما راح تنجح الحلقة وما راح تاخذ حقها في الدعم والاهتمام وكالعادة اللي شاف الحلقة من البداية لهذا الوقت يجاوبني هالصورة في اي بلد وحابة تشاركوني في التعليقات بالاتفاقة وبالاختلاف مع هذا الطرح اشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته